شكرا جزيلا يا فندم ويعني انا سعيدة جدا بوجودي مع حضراتكم النهاردة وبعتذر على التأخير طبعا ما خلنيش ان انا اسمع اهداف اهداف الدراسة والمقدمة المتميزة اللي حضرتك عملتها بس يعني الكميوت من العاصمة الادارية الهنا لسه مزبطناش التوقيتات وده بساعت بيعمل جليتشز كده في الوقت فاحنا بنعتذر انا بعتذر انما طبعا كمان انا شايف موجود معانا عدد من اسماتنا يعني معالي الوزير عمرو موسى وسعد سفير العظيم رقوف سعد وزميدنا فيعني الوديونس كمان متميز ودل اندل على شيء بيدل على ان الدراسة دراسة متميزة دراسة جاية في وقتها واعتقد انها واحدة من اول الدراسات اللي تبقى بها هذا التوسط يعني في الكثير من الدراسات اتعاملت على هذا الموضوع انما مش بهذا الجهد اللي واضح جدا ان هو ما بزول فيها ولا انا بحيي حضرتك وبحيي المركز عليك الاهتمام بتاع وزارة الهجرة بالذات بهذه الدراسة وجودنا هنا النهاردة هو اكبر دليل على ان هذه الدراسة بتقع في قمة اولوية من اولويات الشغل والعمل والملفات الخاصة بوزارة الهجرة وهو الملف بالذات الخاص بالتدريب من اجل التوظيف او ربط سوء العمل بالدراسة او ربط سوء العمل بحرفية المهنة والتدريب الجيد عليها قبل النزول مش بس كده احنا كمان عندنا يعني رغبات متميزة ورغبات متزايدة من الكثير من الدول خصوصا من الدول اللي هي الاجينج سوسايتيز اللي عندهم اردي بقت مجتمعات مسنة وخصوصا في الدول الاوروبية والكثير من الدول الاسيوية والكثير من الدول الامريكية وعندما يعني وبناء على الكثير من الدراسات اللي حصلت في هذه الدول وخصوصا بالنسبة للاتحاد الاوروبي فالعمالة المصرية والتوظيف من مصر كان خد برضا قبلوية عند هذه الدول لانه واضح جدا ان وفقا للدراسات اللي موجودة في هذه الدول فالمصري هو من اكثر الجنسيات اندماجا في المجتمعات والتزاما في وجوده في هذه المجتمعات ده كلام المفوضية الاوروبية شخصيا لنا لما جم قبلونا علشان يتوسعوا في التجربة اللي بتقطها وزارة الهجرة بالتعاون مع العديد من الوزارات بما فيها وزارة الخارجية ووزارة العمل والوزارات المختلفة فيما تعلق به ادارة المركز المصري الالماني بالتعاون ما بين مصر وما بين المانيا واللي هدفه هو التدريب من اجل التوظيف وكمان اعادة الاندماج عندما يعود الشخص اللي هو بيعمل فيه الخارج ويحاول انه هو يندمج في مجتمعه وفي مصر مرة اخرى بيجد هذا المركز كمان امكانية لدمجه في المجتمع المصري سواء كان بلو كولر او او جري كولر او ويت كولر هذه الاولوية مش بس اولوية لان هي بتوفي ابنائنا اللي هما قريدي الخارجين او او الشباب الكثير اللي هما فوق الخمسين في المية بيصلوا في بعض الاحيان الى الى ستين في المية من نسبة المجتمع وهذه النسبة الضخمة في حاجة الى دمجها وفي حاجة الى اعطاءها الوظائف اللي هي تخليها جزء لا يتجزأ من المكنة اللي بتدير العمل في هذه الدولة انما كمان لان ده جزء مهم جدا من ادارة الملف الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية اللي هي الكثير من الابناء اللي هما معظمهم غير متعلمين والكثير منهم يا فاندم بيبقوا اطفال فبيتم بيعهم للبحر وبيتم رميهم اساسا في البحر علشان يعني يلحقوا لو والله حد فيهم عاش يروح الناحية التانية سواء في ايطاليا ولا في اليونان ولا في اي دولة من الدول اللي هي الناس اللي عندهم زرق وشعروهم مصفر موجودين هناك فدول هيدوهم اساسا فلوس واحلام يعني بتتحول في كثير من الاحيان الى كوابيس فجزء من مكفحة هذه الفينامناة ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نحقق الحلم ده بشكل نظامي وبشكل فيه يعني لو كان بدل ما هي هجرة غير شرعية تتحول الى هجرة شرعية وهجرة رسمية من خلال العلاقة بهذه الدول اللي هي عندها فجوات في مجتمعها اخزا في الاعتبار الظاهرة الخاصة بالأيجينج وانها موجودة لكوابيس مجتمعات مسنة وفي حاجة شديدة الى الشباب اللي يقدروا ان هم يملأوا هذه الفجوات واللي هم شايفين برضو ان المجتمع المصري هو من اكتر المجتمعات اللي هم راغبين في استهدافها وراغبين في اساسا يعني استيراد العمالة منها لو احنا حابين ان احنا نقول كده انما كمان احنا لقينا انها العملية مجرد ان احنا ندخل في هذه العلاقة اللي هي فيها وين وين سيتيواشن زي ما بيقول اللي هي احنا مستفدين لان احنا بنيدي ابنائنا الحلم اللي هم عايزينه ان هم يشتغلوا برا وفي نفس الوقت الاخر اللي هو المجتمعات الغربية او المجتمعات المسنة بتجد في شبابنا العنصر اللي هي يستبقيها على قمة قمة الاقتصادات العالمية ولسه اساسا اقتصاد شغال وبيدي احنا كمان يعني حاجة من الحاجات اللي انا برضو حابة ان انا اقولها ان في في ظل طبعا حضراتكو دايما بتسمعوا على التحويلات المصريين في الخارج وازاي التحويلات المصريين في الخارج قلت ونزلت الكيرف بتاعها جامت جدا جدا وده طبعا مفهوم الديواليتي والازدواجية الخاصة بسعر الصرف اللي جت على اثر الازمات الاقتصادية العالمية وعلى اثر الازمة بتاعت الطاقة والازمات المختلفة اللي هي فيما بعد مرحلة الكوفيد ناينتين قدت الى ان يعني قدت الى ازمات اقتصادية بما فيها في مصر وهذه الازمات الاقتصادية قدت الى ازدواج سعر الصرف ما بين البنك المركزي وما بين السعر الصرف في السوداء هذه الازواجية قدت بالكثير من المصريين إلى أنه يتوقف عن أنه يبعث التحويلات بتاعته اللي هي كان معتاد أنه يبعثها من خلال البنوك المختلفة علشان يتدخر في مصر إنما كان فيه كثير من الأسباب منها كمان الكولتشر بتاعت المصريين اللي هي لما بتشتد الأزمة ما بنحط الفلوس في الدولاب ما بنحطهاش في البنك لما بتشتد الأزمة بنحط الفلوس تحت المرتبة ما بنحطهاش ولا في بنك ولا في صندوق ولا في أي حاجة لحد ما تنجلي ونقدر إن إحنا نعرف أساساً فلوسنا هتروح فيه طيب إحنا حاولنا بقدر الإمكان إن إحنا نخلق بدايل ومصارات قديلة لهذه التحويلات من خلال الأشكال المختلفة إن إحنا بنقدم خدمات للمصريين والخدمة دي في مقابل إن المصري يدفع بالعملة الصعبة ده أدى إلى إن إحنا طورنا الكثير من المبادرات مبادرة السيارات لحضراتكم بتسمعوا عليها مبادرات مع البنك المصرية المبادرات مع الإسكان بيت الوطن المبادرات مع شهادة معاشاك بكرة بالدولار هيئة التأمينات والمعاشاة الأوعية التأمينية المختلفة مصر للطيران تذكر طيران ومائي لذلك بالرغم من التوقف الخاص بالتحويلات المباشرة للمصريين واللي أدى إلى انخفاض التحويلات من 31.6 مليار دولار عام 2022 2023 بالنسبة للمصريين في الخارج إلى 2023 وصلت في نهاية 2023 وصلت التحويلات إلى 21.2 مليار دولار خفض تصل إلى 10 مليار دولار وأكثر وللأسف بعد كده كمان نزلت عن كده التوقف ده إحنا يعني الاختراع اللي اخترعاته وزارة الهجرة والحكومة المصرية أن هي تخلق مصرات بديلة وتخلق خدمات بديلة يقدر المصريين أن هما يضطروا لاحتياجهم لها أن هما يدفعوا بالدولار في مقابل أن الحصول على هذه الخدمات دي قدت والاستغراب الجميع بأن مصر بالرغم من أن وهي أساساً وصلت للبيك بتاحها اللي هي 31 مليار فاصلة 6 مليار دولار ده البيك اللي وصلوا أي تحويلات من التحويلات المصرية هذا التحويل لما وصل كان المصر كانت سادس أكبر دولة على مستوى العالم في استقبال تحويلات مواطنيها من الخارج إلى الداخل لما نزلنا وانخفضنا الـ 21.2 مليار دولار وده دراسات البنك الدولي اللي هو عمل دراسات العمالة وبالنسبة لأكثر الدول استقبالاً لتحويلات مواطنيها جات مصر في المرتبة الخمسة علينا زدنا بقينا أكبر في المراتب بالنسبة للدول المستقبلة للتحويلات وإن كان ده يدل على شيء دل على المصارات البديلة قدرت تكافر أب بالنسبة لنا للكثير من الأوعية اللي ممكن نحن نستقبل فيها التحويلات في حين أن في دول كانت قبلنا وقعت بعدنا بسبب أن الأزمات الاقتصادية العالمية ما مكنتهاش من أن هي تستخدم هذا لما قمنا بدراسة الأسباب بتاعة أن ليه دولة زي الهند بتيجي نمرة واحد يا دكتورة عبلا ومصر تيجي نمرة خمسة لقينا السبب بقى بتاعة الدراسة العظيمة اللي حضراتكم بتعملوها دي أن واحد من أهم الأسباب هو العمالة الهندية اللي موجودة في الخارج وده أكبر طبعا مجموعة ضخمة من العوامل إنما لقينا أن دولة زي الهند ودولة زي الفلبين ودولة زي الصين من أكبر العوامل اللي بتخلي التحويلات التدفقات أكبر حتى من مصر واحدة من أكبر الدول هي وجود عمالة مدربة بتعمل في الخارج وفي حاجة شديدة في مختلف المجتمعات لهذه العمالة بحيث أن الدول متمسكة بيها وهم متدربين على أعلى التدريبات اللي بيخليها كمان عمالة بتنافس في السوق إلى أبعد الحدود طيب هقول لكم حاجة كمان يعني بما أن إحنا بنتكلم على الخليج وعلى المملكة العربية السعودية بالذات أنا في زيارتي أنا دايما في الجوالات اللي بعملها في الخارج أنا أنا تقريبا قابلت الحدد دلوقتي في حدود مئة جالية مصرية بس دايما أقابل المجاليات عن طريق الفيديو كونفرنس وعن طريق الزوم ودي يعني بتهالي الميزة الوحيدة اللي خرجنا بيها من الكوفيد ناينتين هذه المصيبة الكبرى خرجنا على الأقل بحاجة قدرت أنها تدينا فوائد وهي مقبل إمكانية مقبلة الجاليات بشكل افتراضي وده بيقرب أساسا أن احنا نتعرف على فكرهم ونتعرف على مشاكلهم وتحدياتهم إنما في الكثير يعني من الأحيان لما بنضطر أساسا لهذه الجوالات الفعلية أخزا في الاعتبار عملية الترشيد اللي بتقوم بها الحكومة في الوقت الحالي فدايما بنيبقى الجوالات الفعلية بسبب الحاجة الشديدة والطارئ اللي بيخلينا أن احنا نخرج فدايما لما بنيجي نخرج لأي سبب من الأسباب بنختار الدول اللي فيها أكبر الجاليات المصرية على الإطلاق المملكة العربية السعودية هي يعني نقدر نقول لحد هذه اللحظة هي بتتواجد فيها أكبر الجاليات المصرية على الإطلاق تقديراتنا أن المملكة العربية السعودية فيها حوالي 3 مليون مصري إنما 3 مليون مصري دي في ساعة الكوفيد 19 بعد الكوفيد 19 عاد منهم أكتر من مليون مواطن مصري ما فيش كلام يعني على هذا في الصحف إنما هذا يعني هي طبعا الكلام على إن إعادة التوطين التوطين بتاع السعودة وفي الكويت يقولوا عليها التكويت وفي قطر يقولوا عليها كل الكلام ده كلام جميل جدا جدا إنما الحقيقة أنا لما رحت علشان علشان أقابل الجالية في المملكة العربية السعودية للعديد من الأسباب حرست دايما في الدولة اللي أنا بقى موجودة فيها إن أنا أقابل المسؤولين فالكاونتر بارت بتاعي في المملكة العربية السعودية هو وزير الموارد البشرية قابلت وزير الموارد البشرية سألته على هذا أنتوا إحنا عايزين نفهم إيه اللي بيحصل في أبناء أبناء عدد كبير من الأبناء عادوا بعد الكوفيد ناينتين بشكل كبير من عندكم فهل في عدم رغبة من المملكة العربية السعودية في استمرار العمالة المصرية إحنا حابين إن إحنا نعرف بحيث إن إحنا ننظم نفسنا مش عشان إن إحنا بنقول لكم أرجوكم خدوهم إحنا نستطيع إن إحنا نتعامل مع أبنائنا وإن نستطيع إن إحنا نعرف أساسا ندير دولاب المستقبل للأبناء بطريقة التي تراها الحكومة المصرية مصلحة لهؤلاء الأبناء بس قولوا لنا إيه السبب فقال لي بالضبط هذا الكلام قال لي الكلام ده منافي للصحة بشكل كامل هذا التقدير مش لأن إحنا مش عايزين المصريين يشتغلوا في المملكة العربية السعودية والسعوادة وما إلى ذلك إنما إحنا بنسعى بإن إحنا نصل ببلدنا إلى مستويات متقدمة تخليها تنافس في عالميا الاقتصاديات الكبرى وده إن قدرنا إن إحنا نتواصل إليه محتاجين عمالة مدربة ومتميزة على أعلى الدرجات إحنا عندنا رغبة شديدة في إن المصريين يبقوا ويبقوا موجودين بس إحنا محتاجين إن كل من هو موجود في المملكة العربية السعودية يكون متدربا ومدربا تدريب على أعلى المستويات لو إنتوا هتقدروا إن إنتوا توفروا لنا كده إحنا سمعين على وده الكلام بعد كده حصل إن إحنا قالوا لنا إحنا سمعين أورادي على المركز المصري الألماني وإن إنتوا نجحتوا في إن إنتوا تدربوا عمالة من أجل السفر إلى ألمانيا أورادي ودي التجربة دي ما سمعناش عليها غير في بتادة معاك وفي جمهورية مصر العربية يبقى لو تقدروا إن إنتوا تعملوا كده في المملكة العربية مع المملكة العربية السعودية ده يبقى حلمنا لأن مشكلتنا بقى يا دكتورة مش في البلو والوايت كولرز مشكلتنا في الجري كولرز ودول اللي بيروحوا الخليج وبيروحوا الكثير من الدول الأوروبية مش البلو ومش الوايت الوايت والبلو قردي بيروحوا وهم قردي ليهم أماكن وزي ما حضرتك قلتوا كده في المنصات بتستهدف إحنا عايزين قد كده مهندسين الأكبر يعني نعايز أقول لحضرتك إن أكبر من الاتصالات الموجودة والحاجة إلى مجال الاتصالات هي الأطباء الأطباء والممرضات المصريين في سمسرة موجودين من الدول الأوروبية وموجودين من المملكة المتحدة وموجودين من كندا وموجودين من الولايات المتحدة الأمريكية بتسعى إن هم ياخدوا كل الأطباء اللي موجودين أساساً في مصر علشان هم عندهم حاجة وعندهم مشكلة كبرى في إن هم عندهم نقص في الأطباء والممرضات ودي بالنسبة لنا بتشكل مشكلة لإن إحنا برضو محتاجين إن إحنا يبقى فيه توازن ما بين الحاجة المصرية للأطباء وإمكانيات السفر للأطباء إنما طبعاً بما إن فيه حرية في البلد ما نقدرش نمنح حد من هو عايز يسافر أو عايز يشتغل من إن هو يروح ودي برضو هذه الظاهرة إحنا محتاجين إن الدراسة بتاعتكو تتضمنها إزاي نقدر نحقق هذا التوازن ما بين حلم الأطباء إن هما يسعوا إن هما يطوروا من نفسهم علمياً وما إلى ذلك ويسعوا للعمل في هذه المجتمعات وفي العديد يعني دلوقتي بتالي اللي يروح بريطانيا معظم المستشفيات يعني ما بين دكاترة مصريين وهنود نفس الحكاية بالنسبة لأمريكا وليهم سمعة متميزة على مستوى العالم الموضوع الجريي كولرز إحنا محتاجين إن إحنا ندرسه برضا يا دكتورة وندرسه بشكل مفصل أكثر من كده لأن إحنا مثلاً من ضمن دول العربية اللي إحنا تكلمنا عليها إحنا ما تكلمناش على الأردن إحنا عندنا في الأردن تسعمائة ألف مصري منهم متين ألف مصري شغال عمالة منتظمة وسبعمائة ألف مصري شغال عمالة غير شرعية زيهم زي الكثير من الدول الأوروبية برضو ما تكلمناش على العمالة الموسمية إحنا في الكثير من الدول الأوروبية عندها بتسعى لي إن هي تستورد عمالة موسمية في مجالات الزراعة مجالات التشييد مجالات البناء المجالات الخاصة بالمقاولات بشكل عام دايماً بيسعوا إن هم يستقدموا بالذات في الكثير من الدول الأوروبية عمالة عمالة وغالباً ما بيبقوا في مصر وبيروحوا شرعي في الأول وبعد كده بيعودوا هناك أنا I can go like this forever لأن الموضوع موضوع زيه تمام بالنسبالي وبالنسبة للحكومة المصرية وعندنا الكثير من الأفكار وعندنا كمان إحنا نجحنا في المركز المصري الألماني ووجود العديد من الرغبات من إيطاليا وهولندا والمملكة العربية السعودية وبلجيكا وإنجلترا عمالة موسمية وقبرص واليونان عمالة موسمية ده كله معروض على دولة رئيس الوزراء إن إحنا ننشئ مركز مصري للهجرة يكون هدفه تدريب الأبناء من أجل توظفهم بكرامة سواء خارجياً أم داخلياً المركز المصري للهجرة أعتقد أنه هو حلمه ونشتغل عليه بمنتهى الجدية مع الجميع وده مفروض أنها مبادرة برئاسة دولة رئيس الوزراء المركز المصري الألماني آخر حاجة هقولها أنه لم يشغل فقط أعداد في ألمانيا من الأبناء اللي دربناهم إحنا كمان شغلنا هنا في السوق المصري بعد التدريب في حدود 28 1950 مصري من الشباب يعني أنا هتوقف ونزعلانة جداً أن أنا هتوقف عند هذا إنما طبعاً هيكون سعيدة بأي أسئلة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً